العزاء عن المشروعات القومية الكبيرة لابد أن نتحدث عن حياة كريمة هذا المشروع القومي الضخم من المشروع الرئاسي التي تتبنىها الدولة مؤخرا معنا وينضم إلينا العديد من زملاء المرسلين في المحافظات المختلفة ينضم إليه الزميل إبراهيم عزة من بني سويف وأيضا زميل محمد أبو عيطة من المنوفية والزميل محمد محروس من محافظة قنة في أقصى الصعيد أهلا بكم جميعا وكل سنة وانتم طيبين أبدأ مع إبراهيم إليك إبراهيم صباح الخير شكرا جزيلا همام صباح الخير عليك مننا وبصبح كمان على مشاهدين الكرام وكل عام وحضراتكم بكل خير في هذه التخطية المفتوحة عبر شاشة إكسترو نيوز سنتجول مع حضراتكم في العديد من المشروعات وإن كنا نتحدث عن العام الحالي الذي سيصبح عام منقضي وصابق عقب مرور بضعة ساعات قليلة كنا نتجول مع حضراتكم في عدد كبير من المشروعات القبرى التي تم افتتاحها والجاري تنفيذها في المحافظات المصرية ولكن يبقى مشروع حياة كريمة ومبادرة حياة كريمة هي ضرة مشروعات الجمهورية الجديدة التي نتشرف أننا نرصد مع حضراتكم على الهواء مباشرة في هذه المرحلة التي تم التسليم خلال الفترة الماضية أين نحن نقف الآن؟ نحن نقف مع حضراتكم على الهواء مباشرة من شمال صعيد مصر وبالتحديد من محافظة بنسويف في مركز ناصر في قرية الرياض هذه القرية التي تحوي هذا المجمع التعليمي كما تعلمون أن حياة كريمة بتعمل في العديد من الملفات والمجالات التي تعني المواطن المصري فيما يخص تطوير الريف المصري سنتعرف مع حضراتكم بصورة أكثر تفصيلية ولكن اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيفي العزيز في هذا البث الحي والمباشر مع الأستاذ محمد جبر معاون محافظة بنسويف والمنصق العام لمبادرة حياة كريمة صباح الخير فندم وكل صاحبك الطيب صباح نور يا فندم وكل عام وحضركم بخير أهلا وسهلا بحضركم وأستاذ المشاهدين جميعا أهلا وسهلا بحضرتك نتكلم على مبادرة حياة كريمة ستبقى هي الأهم خلال العام الماضي نتكلم على مبادرة ربما لاقت عدد كبير من التقييمات والتعليقات فيما يخص على المستوى الدولي وأيضا فيما يخص في تطوير الريف المصري مبادرة بتحمل كل هذه المعاني الإنسانية قبل أن تكون مشروع وقبل أن تكون مبادرة قومية كمشروع ماذا أنجزتم هنا في محافظة بنسويف ونصيب محافظة بنسويف فيما يخص المراكز وعدد القرى الدخلة ضمن مبادرة حياة كريمة خلينا نقول أن مبادرة حياة كريمة هي حلم طالما حلومنا به وأنها إنجاز وإعجاز في نفس الوقت حضراتك إحنا ما كناش متخيلين أن إحنا يجينا مثلا 20-30 قرية كخطة استثمارية مرة واحدة خلال سنة واحدة لا إحنا جينا مركزين بعدد 66 قرية بنتكلم في 218 تابع بنتكلم في 1616 مشروع بنتكلم في تكلفة تقدرية حوالي 12 مليار جنيه دول هيتم في عام واحد فقط أنت بتتكلم أن ده هيتم في عام واحد إحنا كنا بنعمله ممكن في مثلا في 15-20 سنة وكان ممكن يلاقي عراقيل أو عقبات كانت ممكن تعطل المشروع كمان 9-10 سنين فبنتكلم أن الحاجات دي كانت ممكن تتم على مدار 30 سنة اللي بيحصل في سنة واحدة فما بالحضراتك إحنا بنتكلم على النيري في السويه في كله هيدخل خلال 3 سنين مبادرة حياة كريمة فهنتكلم لو هنضاعف الرقم هنتكلم في حوالي 5000 مشروع هنتكلم في حوالي 50 مليار جنيه هنتكلم في عدد مشروعات ضخمة ومش مشروعات سهلة أنت تعرف أن المشروعات زي الصرف الصحي عندنا نصيب الأسد من الصرف الصحي لأنه عندنا كرة كان معظمها ما فيها الصرف الصحي فأنت بتتكلم أن أنت هتدخل صرف الصحي لعدد 66 قرية نتكلم على صرف صحي كهرباء طرق ونظافة وبيئة وكمان خدمات مية شرب ولكن يظل التعليم أيضا هو عامل أساسي في هذه المبادرة يعني أخيرا اسمح لي أن نتكلم على هذا المجمع التعليمي الداخل هنا قرية الرياض في بني سويف ماذا يحوي من مدارس وماذا هو خلاص دخل الخدمة وحد كان بيقول لي أن المكان ده كان في السابق هو مكان فناء فاضي هو تم بناءه حديثا بهذا التشطيب الرائع ماذا يحوي من عدد مدارس وأبرز الخدمات المقدمة للمواطنين هنا لو هنتكلم عن الأبناء التعليمية في حدث ولا حرج عندي في بني سويف فأنا عندي حوالي 46 منشاقة جديدة ما بين إنشاء جديد ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أنا بتكلم أن أنا خلصت منهم أورادي في الفترة الصغيرة اللي فاتت دي حوالي 12 مدرسة هنا في مركزية ناصر وبيبة حوالي 32 مدرسة على مستوى المحافظة بتكلم أن أنا الستة واربين هيخلصوا مع نهاية العام الجاري فبتكلم في مجمعات زي اللي احنا وقفين فيها دي كانت من ستة شهور أرض فضاء فاضي خالص أنا طلعت عليها بمجمع من رياض أطفال ابتدائي إعدادي سانوي فني مبنى ورش بيحتوي على ثلاث ورش فأنت بتكلم بتكلفة دي حوالي 22 مليون جنيه فمجمع يعني يعجز على أرض بني سويف صحيح نتمنى لحضراتكم كل التوفيق شكرا جزيلا لحضرتك لحضرتك إذن مشاهدين الكرام الشكر موصول أيضا لحضراتكم على طيب المتابعة كنا مع حضراتكم لمتابعة هذه الأجواء الخاصة فيما يخص المبادرة الأهم والمشروع الأهم خلال عام 2021 مبادرة حياة كريمة